تفاصيل إضافية عن العلاقة بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله رواها مصطفى ناصر الذي أجاب على سئلة الاستجواب المضاد من فلق الدفاع عن عنيسي ناصر أشار إلى أن الرئيس الحريري كان يعتبر حزب الله حزبا سياسيا ومقاومة وأنه كان يكتفي بأمن حزب الله في طريقه للقاء نصر الله واللقاءات كان يتم الأعلان عنها بعد حصولها وأشار ناصر إلى أن الطرفين كانوا يدركان أهمية تعاون بينهما لما فيه مصلحة البلد مكررا فهم الحريري للقرار 1559 بعدم تسليم سلاح المقاومة حتى توقيع اتفاق السلام وانسحاب السوريين إلى البقاع ناصر أشار أيضا إلى أن الحريري بفهمه الخاص لألية تنفيذ القرار 1559 أبطل مفعول هذا القرار لافتا إلى أن الرئيس الشهيد طلب من ناصر الله إبلاغ القيادة السورية بما يتفق عليه الرجلان في لقاءاتهما نظرا لما اعتبره الحريري علاقة مميزة بين ناصر الله وبشار الأسد استجواب فريق الدفاع بدر الدين تحدث خلاله الشاهد عن كيف ابتدع الرئيس الشهيد اعتبار ضحايا إطلاق الجيش النار على متظاهرين عند جسر المطار عام 1993 اعتبارهم شهداء للجيش وكيف أكدت التحقيقات أن لا علاقة للرئيس الشهيد بالحادثة الرئيس الحريري أصر في المفاوضات عبر الصليب الأحمر على استرجاع جثة هذه حسن ناصر الله وهذا ما حصل بفعل إصرار الحريري وهذا ما أثر في ناصر الله كما روى ناصر كيف اهتم شخصيا بعلاج ابنة نائب علي عمار في فرنسا قبل يومين من اغتياله